عندنا. عنوانه كروكو دايل. قلنا كروكو دايلز يعني التماسيح زي ما انتم شايفين او تو كروكو دا دا واحد الاتنين فيت مساحين قدامي في الصورة. عندنا كمان عندنا فعبانين. فانا عندي دلوقتي التماسيح والتعبين عايز اكتب عليهم جمل. ماشي? طيب انا جايبا لك هنا تركز وانت بتكتب. هو الصورة اللي عندي جامع ولا مفرد? لو جامع بستخدم حاجة. لو مفرد بستخدم حاجة تانية خالص. يبقى انا لازم اركز. طيب انا جامع. اه اه لقدامي دلوقتي جامع. فانا همسك التماسيح والتعبين وهقول ان هم ايه اه اه قطيرين. مش مش التنساح خطير. والصعبان خطير. فانا هاخد العنوان بتاعي اللي هو تاني. ماشي? هقوم كاتب كده بتاعي. ما لهم بقى? مش هما جامع يبقى? ار. مش هما جامع? يبقى ايه? ار. ار دينجرس. دي اول جملة معانا. كروكوديلز اند سنيكس ار دينجرس. ما يفعش اقول از دينجرس. لان هما جامع. كروكوديلز جامع. سنيكس جامع. يبقى استخدم الفعل ار. معاها يبقى كروكوديلز اند سنيكس ار دينجرس. دي جملة عامة? بنقول يعني ان هما ايه? خاطرين. خلاص? عندنا خطير يعني دينجرس. خطير يعني دينجرس. دينجرس يعني خطير. دينجرس. طيب تاني جملة ممكن نكتبها ايه? هنتكلم عن الحاجات اللي بيأكلوها. هنتكلم عن الحاجات اللي بيأكلوها. كنا اخدنا الفعل يأكل يعني ايه? اخدنا يأكل يعني ايه? طيب هما مفرد ولا جامع? جامع. فهنا هقول ايه? زي. زي يعني هم. ما ينفعش اقول ات. ات لما اجي اتكلم على حاجة واحدة فيهم بس انا ما اقول مسلا ده ات. لكن هم جمع كلهم. فانا هقول زي. زي يعني هم. هكتب كده زي. وناخد بالنا اول حرف دايما بيكون كابتل. زي. يأكل يعني ايت. يبقى زي ايت. هم بيأكلوا ايه? بيأكلوا الحشرات. هي ايت فش. اه فش اه ممكن بيأكلوا فش. بس اهم حاجة عندي دلوقتي اللي هي الحشرات. بردس الطيور. بيأكلوا الطيور. واستحالي. يبقى واحدة واحدة كده. عندنا الحيوانات دي بتاكل الحشرات. الحشرات يعني انسكتس. انسكتس يعني حشرات. بيأكلوا الطيور اللي هي بيردس. بيردس. اللي هي استحالي. يبقى بيأكلوا ايه? تلت حاجات. وانا بحفظ عشان اكتب. هقول اه الحيوانات اللي قدامي دي بتاكل ايه? انسكتس بيردس اند لزاردس. يلا قولوا وراي في البيت نقفل الصوت ونقول انسكتس بيردس اند لزارد. احفظوها. انسكتس بيردس اند لزارد. يبقى زي ايت. هم بيأكلوا بيأكلوا ايه? هنعدهم انسكتس بيردس اند لزارد. انسكتس بيردس اند لزارد. قولي كده يا عبدالله. هم الحيوانات اللي قدامك دي بتاكل ايه? هسأل نفسك هما بيأكلوا ايه? زي. زي ايت انسيكتز بيرد انت ليزر. ينفع اقول ات ايت. ينفع يا عبدالله اقول ات ايت. ليه بقى زي? ليه ما قلتش مسلا ات ايت? لان هما غير عاكلة? ليه ما قلتش ات? عشان هما جامع. عشان هما جامع ممتاز. يبقى او انا بكتب اركز. هو جامع اختار زي? ولا مفرد اختار ات? تمام? فهنا عشان هما كتير جامع فقلت زي ايت انسكتز بيردس اندلازر. يبقى هنا في الجملة الاولى استخدمنا اللي هو ار ماشي وقلنا هما بيكونوا خطيرين. ثاني حاجة استخدمنا الفعل ايت يأكل. وقلنا هما بيأكلوا ايه? طيب تالت حاجة ممكن نتكلم على التمسيح لوحدها. ناخد التمسيح لوحدها وبعدين ناخد التعبير لوحدها. اللي بيميز التمسيح? لما بتشوفوه كده فيديو على النات بتلاقوا ان التمسيح عندها اسنان حد. فانا عايز اقول التمسيح تمتلك اسنان حد يا يوسف. قلتلك الحصة اللي فتت الفعل يمتلك او لديه. عايز اقول هما? عايز اقول التمسيح لديها اسنان حد. عايز اذكر اسم التمسيح. زي? زي كروكوديل. زي كروكوديل. زي كروكوديل ها. دينجرس. انا عايز اقول يمتلكوا اسنان حد. يعني ايه يعني ايه يمتلك? انا قلت لك الحصة اللي فتت الفعل يمتلك. ايه. قلت لك بنبص على الصور ونشوفوا الحيوانات اللي قدامي بتمتلك ايه بالزبط. فانت هتقول الكروكوديلز ايه? ها. ها. ممتس جدا لان كروكوديلز جامع ما يفعش اقول هاز. كروكوديلز ها. التمسيح تمتلك. تمتلك اسنان حد. احنا كنا اخدنا الحصة اللي فتت اسنان قوية. ايه. يعني بقى اسنان حد. شارب. ها. ممكن نقول بقى صح برضو. او شارب. شارب تيس. اسنان حدة. شارب. شارب يعني حد. تيس. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الكروكوديلز الوحدهم. وقلنا يمتلك ويمتلك يعني هاب. انا قلت لكم في شوية افعال مهمة جدا. لو حفظناها هنقدر نكتب. زي الفعل ايه? ايه? تيأكل. لو عرفت الحيوانات اللي قدامي بتاكل ايه? هاب ده اكتر. اه هاب يمتلك اولدي. وليه ما قلتش هاز? لان الكروكوديلز جامع. التمسيح جامع هيجي معاها هاب. كروكوديل زهاب شارب تيس. يعني التمسيح تمتلك اسنان حدة. طيب يا عبدالله. عايز اتكلم عن التعابين. عايز اقول التعابين اه اوصف لي كده التعبان. شكله ايه? انا اه انا بص كده مسعى التعبان هلاقيه طاق. هلاقيه طويل ورفيع. طويل جدا. طويل جدا. او التعبان طويل او طويلة ورفيعة. انا ما بجيبش كلام من عندي. انا بجيب كلام صورة. انا ببص على الصورة وطلع منها الحاجة اللي هكتبها. لازم يكون عندي كوة ملاحظة. اقدر الاحز. انا هكتب عن التعبان. طب ما انا اوصف شكله. اقول هو شكله ايه? قول بقى كده ما لهم. جدا. ستعابي. ايوة ايوة. كده نحوول. طويلا بوا语. طويلة. و رفيعة. عند ايه? رفيع يعني ايه? سن. زي سن الالم بتقول عليه سن رفية. يعني السعبين طويلة ورفيعة. طويل يعني طويل يعني هي طبعا طويلة افقيا مش رأسيا. طويلة افقيا بالعرض. يبقى نقول ما ينفعش نقول طول. ورفيعة. يبقى انا قلت التماسيح عندها اسنان حدا. وقلت استعبين وصفت شكلها. اقدر اقدر اقول ايه تاني. عايز اقول هي التماسيح بتعيش فين? مش دايما تلاقوا فوديوهات عن نت كده التمساح طالع من المية. تقدر تقول يا سيف التماسيح بتعيش فين? ادتكم الفعل لذ يعيش. ادتكم انا الفعل لذ يعني يعيش. معنا? عايزة عندنا يعيش يعني عندنا يعيش يعني عندنا يعيش يعني لذ. ال اي. ماشي. الفعل ده مهم قوي ممكن نستخدمه آآ ما بنيجي نكتب جملة هنشوف الحيوان اللي قدامي بيعيش فين بالضبط. واقول مثلا التماسيح بتعيش فين? عايزة اقول التماسيح بتعيش في البحايرة ما احنا اخدنا آآ آآ لو جينا نبص على فيديو عندنا نلاقي التماسيح طالعة من المية كده. يبقى هي بتعيش في في البحايرة. يلا عايزة اقول التعبين تعيش في آآ آآ سوري التماسيح تعيش في البحايرة. بسي انا مش عارف ازي يقول بحايرة. عارف. طب مين اللي عارف? اللي عارف يقول. يعني ايه التماسيح? طب قول معايا بروحة كده يعني. انا. قول كده يا عبدالله. كروكوديلز 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 دايل. يعني ايه يعيش قلنا? لي. 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 بتعيش في آآ في قلبه حايرة. آآ آآ. طيب واحدة واحدة تاني ده بتاعي. بالراحة يا ميس بقى تاني كده اقول لي انت عملت ايه? انا اول حاجة قلتها الحصة اللي فتت ان احنا نعرف الافعال. لازم لازم يكون عندي مجموعة افعال اكون حفظها. علشان اعود اركتب. اول فعل معانا اهنا كدبالك يعيش. آآ طب انت تبدأ تقول هو الحيوان اللي في الصورة بيعيش فين? هتبدأ تستخدم الفعل يعيش. طب يأكل. ممكن استخدم الفعل يأكل ايت. آآ ممكن اقول هو بيأكل ايه? ممكن استخدم الفعل هاف يمتلك او لديه هاف او هاز. هاف يعني يمتلك. وهاز يعني يمتلك. ممكن استخدم الفعل ده يمتلك او لهم عندهم ايه? ماشي? يعني مسلا ده عنده اسنان حد اقولنا ده عنده اسنان حد اهو شايفين? يمتلك اسنان حد شارب تيت. عنده عنين. عنده ديل تيل. فاهمين? فانا ببدأ اشوف هو اللي في الصورة عندي بيمتلك ايه? وابدأ اقول هو بيمتلك ايه? عندنا اللي هو بيتكون من ثلاث حاجات. ام? از ار. طب ليه ان انا استخدمت ار يا ولد ما استخدمتش لام ولا از? ليه بقى? ليه استخدمت ار? قلت كروكودايلز اند سنيكس ار. لان هم جامع. لان هم جامع. يبقى انا كده الباراجراف بتاعي بكتب عن حاجات جامع. بكتب عن حاجات ايه? جامع. يبقى هنا هنقرق تاني الباراجراف ده. ده العنوان بيقولك يكتب عن التمسيح والثعابين. كروكودايلز اند سنيكس ار دندروس. طبعا كلنا عارفين انه هم خطرين. بيكلوا الحشرات الطيور والسحالي. كروكودايلز هاف شوربتيز. التمسيح تمتلك اسنان حدا. سنيكس ار لانج اند سن. السعابين طويلة ورفيعة. كروكودايلز ليف انزاليك. التمسيح تعيش في البحيرة. يلا يا عبدالله قولي ايه اللي انت فهمته وانا كتبت الباراجراف ده ازاي? يلا الباراجراف ده اتتبتوا ازاي انا? عملنا ايه عشان نكتب باراجراف? شوفنا الحيوانة بتاكل ايه بتشرب ايه? وصفاتها ايه? تمام? صفاتها ايه? عندها ايه? شكلها ايه? لونها ايه? تمام? يعني بيشوف ايه اللي في الصورة? بيأكل ايه? بيشرب ايه? بيعيش فين? ده اول باراجراف معنا. تعالوا ناخد الباراجراف التاني. اوه عندنا هنا ايه? كامل. كامل ليه الجمال. طيب تعالوا كده ما نشوف الجمال. طبعا هنشوف برضو ايه? بتعيش فين? شكلها ايه? هنوصفها. عندها ايه? بتمثلك ايه? بتعيش فين? بتشيل ايه? بتعمل ايه? كده. تمام? يلا كل واحد يحاول اكتب لي الجملة. فانا انا هنا كامل بجامعة برضو. قبل ما ابدأ هو مفرد ولا جامعة? جامعة. يبقى انا عاستخدم ضمائر الجامعة. هستخدم الافعال اللي بتيجي مع الجامعة. مش هستخدم الحاجات المفرد. خلاص? يلا اه اول حاجة يوسف. عايز اقولي الجمال. مش انت شايف قدامك الجمال حجمها ايه? صغير ولا كبير? بيج. اه طب يلا اقولي جملة يلا. بيج. ما شاء الله ممتاز. بيج. بنكتب هنا كامل. بيج. اوكي كامل. بيج. طيب سواني كامل زي الجمال. انت قلتلي اه اول حرف بيبقى كابتل ولا سمول? كابتل. تمام. اول حرف دايما كابتل. نركز في الكتابة. كاملز اللي هما الجمال. الجمال جامعي يبقى ياخده ار. ار. لما باجي اوصف باستخدم لما باجي اوصف صفة. بقول حاجة في الحيوان ده كبير صغير طوير رفيع قصير اه مش عارفة ايه? بنستخدم اه فانا عايز اوصف. هقول له كبير الحجم يبقى كاملز ار بيج. كاملز ار بيج. ما يفعش اقول كاملز هاف بيج. يعني الجمال تمتلك كبير الحجم. يبقى الترجمة غلط. كاملز ار بيج يعني الجمال كبيرة. كبيرة الحجم. طب يلا يا عبدالله واجهز نفسك يا سيف عشان تقول لي جملة. اه ممكن اقول اه ممكن اقول ان هم عندهم اه شايف شايف رجليهم. اه ليه. هنا بقى هنخش على يمتلك. كاملز ار. يعيش يعني. ثواني ما تدخلش ار معلومة. ما تدخليش ار معلومة. كاملز ار بيج. اه ما احنا قلنا كاملز ار بيج. قل لي. قل لي الجمال تمتلك. هو عايد يقول الجمال تعيش في الصحراء. طب يكون للجمل. طب يلا اقول بالراحة واحدة واحدة. مش هنعود كل شوية نقول كاملز كاملز كامل. اده مير اللي هيعود على الجمل. اده مير اللي هيعود هما. زي. تمامي. بقى انا هبدأ بزي مش هقول كاملز تاني بقى. هقول زي. طيب هما يعيش يعني اه? هما بيعيشوا. يعني ايه يعيش? ليف. 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 لف. بالفعل ليف يعيش. بيعيشوا فان? بلعنتي مسال صح. زي ما دي دي اه. هنا استخدم لي الفعل اه. هنا استخدم الفعل يعيش. طيب يا ياسيف. عايزة استخدم الفعل يمتلك. لديه. عايزة شوف هم عندهم ايه? لو جدت بص كده هتلاقي عندهم ارجل مسطحة. يعني ايه مسطحة? يعني بص لما يجي يمشي على الرمل يعرف يمشي. عشان كده رجليهم بتبقى مسطحة. كأنها شبه ايدك كده بالضبط. لما تفرد ايدك رجليهم بص دبط مسطحة. فهم? لما يجي يمشي على الارض ليه مسطحة? عشان لما يجي يمشي على الرمل يعرف يمشي. فانا عايزة اقول هم يمتلكوا ارجل مسطحة. يلا يلا واحدة واحدة انا معك اهو ياسيف. يعني ايه هم ياسيف? هم يعني زي. هم يعني ايه? زي? هم زي. اه. اه. يمتلك يعني ايه? يمتلك. لسه واغدين الفعل يمتلك. اه. يعني يمتلك. عشان اقولت في مجموعة افعال اساسية بقى احافظها عشان لما اجي اكتب. وانا لسه كتب لكم الافعال دي. اهيت. عبدالله استخدم الفعل خلاص مش هنستخدمه تاني بقى عبدالله استخدم. اه فين بقى هيمتلك هف او هاز? عايزين نقول يمتلكوا. دي. ايوا. هف. هف. زي هف يعني هم يمتلكوا. ارجل. مسطح. مسطح يعني فلات. عشان اول مرة تاخدوها. مسطح يعني فلات. وكبيرة يعني يبقى فلات فيت. بالراحة عشان اول بس مرة تاخدوها. يعني كبيرة. كبيرة الحجم. فلات مسطحة. اللي هو الاقدام بتاعتهم. فيت. يبقى لارج فلات فيت وبقى وما بين لارج وفلات هحط قمع. واعدين فلسطوب. يبقى هم عندهم ايه حاجة اسمها لارج فلات فيت. لارج فلات فيت. هنحفظها كده على بعدها. يبقى لما اجي اقول لك هو الجمل عنده ايه بيمتلك ايه هتقول لي اه يا مش شايف الارجل بتاعته لارج يعني كبيرة فلات يعني مسطحة ودي كلها اسمها فيت. يبقى لارج فلات فيت. دي هاب لارج فلات فيت. عندهم ارجل مسطحة كبيرة. طيب تكلمنا كده على بيعيش فين? اتكلمنا على اللي عند بيمتلكوه ووصفناه ان هو كبير الحاج. عايزين نوصف كمان ان هو مزعج. عارف انت صوته مزعج جدا. لو سمعت صوت الجمل هتلاقيه فيري نويزي. فيري نويزي. فانا عايزة اقول هم مزعجين. عايزة اوصفهم وقول هم مزعجين يا يوسف. هم مزعجين. يعني ايه هم? يعني ايه مزعجين? ماشاء الله شاطر. دي. ار. نويزي. وانا قلتلكم لما بنيجي نوصف بنستخدم فيربي تو بي ام او از او زي ار نويزي. يعني هم مزعجين صوتهم عالي جدا. دي ار نويزي. دي ار نويزي. كده اربع جمل. اه قبل ما اقولك جملة الاخيرة انتو قلوله انتو شايفين ايه? الا اللي مثلا موجود احنا ما قلناهوش او حابين ان انتو تقولوه. بي ايت جراس. اوكاي? بي ايت جراس. ممكن نقول بي ياكلوا ايه شاطر? ايه تالي ممكن نقوله? عندهم ايه مسلا عينين. عندهم زيل تيل. عندهم ينات. زي هافى. زي هافة تيل. زي هافة تيل. لديهم زيل. زي هافة تيل. هافة ايز. زي هافة لننين. زي هافة لنج ناتك. دي مهمة قوي. عندي هافة طويلة. دي. زي هنقول ايه بقى? they have a long neck. long neck. اه قلنا they have a long neck واخر جملة ممكن نكتبها they carry things. هما بيحملوا الاشياء كانوا زمان او الحد الان بيستخدموه من هما ينقلوا الاشياء بتاعتهم. زي هما بيحملوا الاشياء خلاص? كتبنا اول باراجراف عن كروكوديلز اند سنيكس التماسيح والسعابين. اهو باراجراف حلو جدا وسهل. اه ده تحفظوه ان شاء الله حسطت جاية هتمعه لكم. تمام? والباراجراف التاني اللي هو كاملز.